أنت ذكرت عن طبيعة الكتاب المقدس وفي مبادئ لتفسير طبعا كلمة الله وأنا عاوز أن نركز في هاي الفترة يعني أو في هاي الفقرة نركز على مبادئ التفسير لأنه مش كل واحد بياخد الكلمة بوشوط فيها لا في مبادئ لتفسير الكلمة الحقيقة يا خنزار المبادئ مبنية على أن الكتاب المقدس هو وحده طبعا زمن الإصلاح هم الفايف سولاس دوله اللي هو سولاس كريبتورا أو الكتاب المقدس الوحده سولا فيدي الإيمان وحده سولا جريدي النعمة وحدها سولاس كريستوس يسوع المسيح وحده وأن سولي ديو غلوريا أو المجد لله وحده فالكتاب المقدس وحده وحده من أساسيات الإصلاح اللي حصل فيه على مر عصور الكنيسة أول مبدأ لما أجي أنا أقترب إلى كلمة الله أتعلم حاجة مهمة يا خنزار لأنه من معاملاتنا مع بعض الإخوة والأخوات وبعض الكنيس للأسف فيه بيتخذ آيات مجتزئة ويبنى عليها تعليم أو عقيدة أو عقيدة على آية وحدة ودي خطيرة لأنه واحد من أهم مبادئ تفسير كلمة الله أنه الكتاب المقدس بيفسر الكتاب المقدس قارنين الروحيات بالروحيات بالضبط كده قارنين الروحيات وفاحصين الكتب كل يوم يعني طبعا أهل برية رسول بوليس بيقول دول كانوا أشرف من تسالونيكي لأنه بالرغم أن بوليس الرسول هو اللي كان بيعزوا وبيخدموا وسطهم كانوا لا ما كانوش بس بياخدوا الكلام سطحي كانوا بيرجعوا فاحصين الكتب كل يوم علشان يتأكدوا هل هذه الأمور هكذا ولا لا فمهم جدا أن أنا وحدة مما بادئ كلمة الله أنه الكتاب المقدس بيفسر الكتاب المقدس اشتركوا في القناة